اهلا بكم اكدت حركة حماس في مؤتمر صحفي لها اليوم انها جاهزة لاتاحة الفرصة كاملة لتقوم حكومة الحمدلله بمسؤولياتها في قطاع غزة مطالبة اياها بالغاء الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء في قطاع غزة كما دعت الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الغاء الخصومات على رواتي موظف السلطة واسر الشهداء وصفة القرار بالتعسفي وعلى جانب اخر شدت حماس على التزامها بوقف اطلاق النار مع اسرائيل ما دام الاحتلال يلتزم به لم تكن خطوة خصم الرواتب في قطاع غزة سوى اشارة لانطلاق شرارة الغضب في القطاع المحاصر والمثقل بالازمات الاقتصادية والمعيشية اليوم شهد مظاهرات منددة بالاجراءات التعسفية للسلطة الفلسطينية من قبل اهالي الشهداء والجرحى بالقطاع بعد قرار السلطة بقطع رواتبهم جبريل الرجوب يقول سلاح غزة سلاح غير شرعي وغزة مختطفة ويجب التعود الى الشرعية حتى لو بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني والهباش يؤلن ان غزة مسجدا برارا يجب حرقه نقول لهم يا من تفصلون الشرعية على زاجكم نقول لكم ان تنسيقكم الامني غير شرعي ان تنازلكم عن فلسطين غير شرعي وفي ضوء الازمات التي يشهدها القطاع طالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بالقيام بمسؤولياتها تجاه القطاع واعربت في الوقت نفسه عن جاهزيتها للتوافق والانتخابات الرئاسية والتشرعية والوطنية خلال ثلاثة اشهر مشددة على التزام الحركة بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 كارضية لأي مشروع وطني مشترك كان الاولى ومازال ان نندفع بكليتنا الى وحدة حقيقية قائمة على اسس الشراكة والتوافق واحتمال الآخر والاخذ بأيدي بعضنا البعض الى الامام في مواجهة العدو الصهيوني وفي حالة من دفع الامة الاهتمام مجددا بقضيتنا الفلسطينية كان الرئيس عباس قد اتخذ مجموعة من القرارات منها خصم رواتب ابناء غزة في الضفة وفي كافة الوزرات والاجهزة الامنية بل وفي السفارات الفلسطينية في دول العالم كما قرر عدة خصومات عن اسر شهداء والجرحى والمعتقلين والفقراء وفرض المزيد من الضرائب على الكهرباء وبررت السلطة هذه القرارات بتفاقم الازمة المالية وانخفاض الدعم الدولي للوقوف على الوضع في قطاع غزة في ضوء التطورات الحالية الزميل محمد والشاح يحاول الدكتور محمود الزهار القيادي بحركة حماس إليك والشاح أشكرك زميل مصطفى مشاهدين أهلا بكم في هذا اللقاء القاص عبر قناة الجزيرة مباشر ضيفي في هذا اللقاء عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار أهلا بك دكتور في هذا اللقاء أهلا وسهلا دكتور طبعا واقع غزة الآن الكل يعلم ماذا يحصل في غزة انقطاع التير الكهربائي أربع ساعات تأتي الكهرباء على الناس هناك وضع اقتصادي ازداد سوء في ظل قسم 30% من رواتب الموظفين في ظل حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيكون هناك جراءات غير مسبوقة تجاه اللجنة الإدارية التي قامت بإعلانها حركة حماس كيف تقيم حماس الوضع والواقع في هذه الفترة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولاه أعتقد أنه كلمة غير مسبوقة كلمة صادقة جدا وسط كل الجمل الكاذبة الموجودة صادقة لأنه لا تنفقه على من عند رسول الله حتى ينفضه هذا منهج كل المجرمين في مواجهة أصحاب الدعاوي وأصحاب الحرية والمناطلبين باسترداد أوطانهم لا تنفق عليهم حتى تنفض الناس عنهم ولذلك إذا نجحت القبائل من قبلهم ستنجح هذه التجربة الهدف من الموضوع من بداياته هو التضييق على الشارع الفلسطيني ظنًا من أبو مازن أن الشارع الفلسطيني يمكن أن يبيع الوطن ويبيع الكرامة ويبيع العزة ويبيع المقاومة في مقابل الكهرباء أو في غيرهم الكهرباء والرواتب حق مكتسب للشعب الفلسطيني سلبه أبو مازن منذ أن تولى هذه السلطة وكان ذلك بقرار من الغرب دم جاءوا بسلام فياض واستلم المال ثم جاءوا بأعباس واستلم رئاسة الحكومة وضيقوا على عرافات فكان هناك حصار له ثم قتل وبالتالي سياسته ظن أنها التي نجحت مع ياسر عرافات ستنجح مع عماس وأنا أقول له لن تنجح إن شاء الله طيب جرى الحديث مؤخرا أن هناك وفد قادم إلى قطاع غزة وفد حركة فتح القيادة في فتح عزام الأحمد يقول أنكم رفضتم استقبال هذا الوفد بشكل ثنائي هل هذا صحيح؟ انظر إلى التغيرات والتبدلات في الخطاب الذي يطرحونه إذا جلست معهم قال لك نحن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لكل الفصائل ولكل الشعب الفلسطيني وعندما يأتوا في مؤامرة يعرفوا أن الفصائل الأخرى لا تقف معهم يقول لك نحن نأتي كوفد بعيدا عن الفصائل نحن نقول لهم نحن بيننا وبينكم اتفاقيات سابقة اتفاقيات اللي أجريناها في 2007 في مكة 2011 وحكومة الوفاق اللاوطني التي لم تفعل شيء كلها كانت بتتم بشاركة الفصائل يعني حكمة مكة كانت فصائل لماذا قلت لاوطني؟ لأنه لاوطني لأنه معنى أولا في اختلاف بيننا وبينهم في موضوع الوطن الوطن عندهم الضفة وشيل منها المستوطنات وغزة هذا هو الوطن عندهم أما عندنا الوطن نحن فلسطين كل فلسطين وهذا موقف كل الفصائل الفلسطينية باستثناء فتح اللي يقولها عباس أما هناك من بين فتح من يقول فلسطين كل فلسطين وبالتالي هذا اتفاق غير وطني لأنه يعرف أن فتح في الداخل هنا نسبة كبيرة في غزة وفي الضفة الغربية لا توافق على ذلك ويعرف أن الفصائل لا توافق على ما يقوله ويعرف أن حماس لا توافق على هذا الموضوع فأراد أن يلعب هذه اللعبة وأنا أسأل سؤال واضح وبسيط هل كان عزام الأحمد هل كان أحد في سلطة رمالة هل كان في أحد في سلطة فتح هل كان في أحد في الحكومة يعرف بقرار محمود عباس بقطع الكهرباء وقطع الرواتب وأنا أتحدث كان فيه واحد يعرف يعني أنت تعتقد أن القرار شخصي من الرئيس قرار شخصي مئة بالمئة وهؤلاء المطبلون والمزمرون يتحمل هذا الموضوع لأنه من لم يفعل ذلك راتبه بينقطع وأتعرف هذه القضية طيب لم تجبني هل رفضتم لا زالوا تصرون على أن يكون الوفد أو اللقاء بشكل فصائلي أولا بفصائلي هذا واحد ثانيا لا بد أن نعرف هو جاي بالشروط التي طرحها عزام غزة مختطفة هل غزة مختطفة فعلا؟ إذا كانت هي مختطفة فهي مختطفة من قبل الشارع الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد المجلس التشريعي حتى هذه اللحظة هو يعني بعض الأحاديث تدور أن الرئيس لا يعترف بالمجلس التشريعي هو أصلا لا يعترف أو لا يعترف هو لم يأتي المجلس التشريعي يعني محمود عباس لم يأتي بالمجلس التشريعي الذي جاء بالمجلس التشريعي هو الشعب الفلسطيني فنحن نمثل الشارع الفلسطيني ولا نقول أننا جئنا بقرار من أبو مازد هذا السؤال الأول نحن نقول شروط محمود عباس في هذا الموضوع أن نعيد غزة مختطفة وهي أصلا ليس مختطفة أنت الذي اختطفت هذه أنت لما دخلت انتخاباتك حصلت على 26% من نسبة الشرع الفلسطيني وأنت لما انتهت فترتك من 2005 إلى 2009 أنت مختطف السلطة حتى الآن ولما أنت اجيت بالمؤامرة ضد ياسر عرفات فأنت اختطفت منظمة التحرير وبالتالي الذي اختطف هو دائما يطلق هذه العبارة على غيره حتى يعني ينفي نوع من الإسقاط النفسي المعروف هم يقولوا على حماس أن تسلم السلاح هل هذا سؤال منطقي هل هذا سؤال عملي هم يعتقدون أن يجب أن يكون هناك سلاح واحد وشرطة واحدة أنت ترى تسليم للسلاح للسلاح المقاومة طبعا هو سلاح واحد في سلاح واحد في الضفة الغربية غير السلاح المتعاون الأمني مع إسرائيل هل مطلوب من أسلحة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية المقاومة أن تسلم سلاحها حتى يسلم أحمود عباس هذا السلاح لإسرائيل هدية وعربون لمفاوضات عبثية هل تعتقد أن أحدا في الشارع الفلسطيني سيوافق على تسليم مندقية واحدة هل تعتقد الذين وقفوا في وجه الاحتلال في أربع حروب ألفل ستة ألفل ثمانية ألفل اتناش وألفل أربعة عشر وضرب نظرية الأمن القوم الإسرائيلي في مقتل هل سيسلم أحد منه هذا السلاح؟ إذن هو بيطلب شيء مستحيل ليبرر أن حماس هي المسؤولة عن إفشال وهي المسؤولة عن هذه الأجراءة الأخيرة كل هذه الدائرة كل هذه الألعيب وهذه الحيل كلها هدفها أن يحمل حماس بسؤولية فشل حكومة الوفاق الوطني وفشل برنامجه السياسي الذي قال دولة في غزة والضفة 60% من الضفة الغربية ذهبت منه وغزة ليست معه لأن غزة دخلت في برنامج المقاومة ولن تخرج من هذا البرنامج إلا بتحرير فلسطين كل فلسطين إذن أنتم لا تعرضون أن يكون هناك زيارة ولكن ضمن أن لا تكون هناك شروط أو أن يكون اللقاء فصائل يجمع كل فصائل عليها أن يطبق ما تم الاتفاق عليه نجر انتخابات تشريعية ونشوف إذا كان موثل شرع وحيد نجر انتخابات رئيسية ونشوف هل محمود عباس يمكن أن ينجح فإذا كانت فتح الآن بكل أجنحتها ضده باستثناء هدواء الذين حوله نجر انتخابات مجلس وطني لنرى أن محمود عباس وسلطته تمثل الشرع الفلسطيني في خارج فلسطين وداخلها أم لا وبالتالي نحن نقول تعالوا نطبق الاتفاق الذي اتفقنا عليه بما فيه اتفاق الشاطئ تعالوا نطبق هذا الاتفاق ونحن على استعداد أن نقبل ما وقعنا عليه أما شروط جديدة شروط المنتصر على منهزم هل هو منتصر ولا نحن منهزمون بل الصورة هي العكس طيب دكتور يعني واضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يتراجع عن خطواته وخاصة وأن نتحدث في كل يوم ستكون هناك أزمة غدا متوقع مؤتمر لرؤساء البلديات ستحدثون عن أزمة الوقود المستشفيات كل يوم يخرج تصريح أن الوضع سيء ويطرقون يعني جرس الإنتار وأنتم لا تريدون حل اللجنة الإدارية وفي النهاية المواطن يعيش المعاناة أنا أريد أن أرسل رسالة واضحة نحن سنفشل خطة أبو مازم أنت ترى أن خطة مدروسة مدروسة فقط منه بس الذي درسها لسه في سنة أولى ابتداء سياسة لأنه سيعلم أن صمود الشارع في غزة وصمود المقاومة في غزة وصمود حماس في غزة وكل من حولها سيجعله يتراجع عن هذا المشروع هذا النقطة الأولى ثانياً أريد أن أؤكد أن الصورة التي صور فيها أن اللجنة الإدارية هي حكومة بديلة ومخطئ نحن الذين شكلنا هذه كمجلس تشريعي هذه الحكومة بموافقة الفصائل وبموافقة حماس هذه الحكومة هذه ليست حكومة هذه حلقة وصل بين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المنتخب الآن وهو المجلس التشريعي وبين الوزارات التي فيها وكلاء وزارة بحيث أن يتم مراقبة هذا الأداء وعدم المساس بمصالح الشعب الفلسطيني في الوزارات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها وبالتالي نكون نحن رقيب على هذا ألا ترى أن الإعلان عنها بل نتكلم نخطأ مثلاً من حماس لا نلعب في الخفاء نحن نلعب في المقامة تحت الشمس يعني البعض يقولون أن حماس لم تتحدث بهذا لم يوجد الرئيس ذريعة لا هو ذريعته أنه يريد أن يقدم نفسه لترامب أنه يملك خطوات يمكن أن يعاقب بها حماس اللواء جبريل رجوب نفى ذلك عبره هو جبريل رجوب يعني هو لسان عباس معروف يعني هو قال نحن لا نقدم سكوك لأحد ولا نكون تبع لأحد هم ليسوا تبع لأحد في رده على خضية ترامب هم ليسوا تبع لأحد فلسطيني بس هم تبع لإسرائيل لأن التعاون الأمن معهم هم تبع لأمريكا لأنه يتسول أصلاً مفاوضات بدون أي برنامج مجرد جلسة المفاوضات وبالتالي ليس ما يقوله لا جبريل ولا غير جبريل يدخل أو يعني يبنعه الشارع الفلسطيني بسهولة هذه قضايا معروفة وتجربتنا معهم قوية أنا أقول أن الرجل سيتراجع غصباً عنه سيتراجع لذلك أريد من الشارع فقط أن يقف وأن يصبر وأن يصمد وسوف يبتلع عباس قراره وسوف يندب إن شاء الله كل من طبل وزمر له من حوله طيب دكتور نتكلم بشكل عملية يعني الآن أنا قلت لك في سؤال الأول الرئيس ماضي في خطواته وواضحنا أو لن يتراجع ما هي خطواتكم العملية حتى يعني الآن المشاهد يسمع والكل في قطاع غزة بالتحديد يريد أن يرى ما هي خطوات حماس العملية هل ستكتفي بالصمود والمسيرات أم أن هناك خطوات قد لا تكون في حسبان أحد الموقف له شقين الصمود والثبات والمسيرات هي رسالة للذين أراد عباس أن يرسل لهم رسالة أن الشارع معه وأن الشارع ضد المقاومة وأن الشارع يعني يفضل رغيف الخبز على كرامة وكرامة وعزة هذا الشعب الموضوع الآخر يجب على حماس الآن بكافة الوسائل وبدون خجل حماس أصبحت الآن شفافة ومعروفة أمام كل الدنيا على حماس أن تذهب إلى العالم الإسلامي لا تذهب إلى أندونيسيا إلى الباكستان تذهب إلى المغرب العربي تذهب إلى العالم الإسلامي في أفريقيا تذهب إلى إيران تذهب إلى تركيا تذهب إلى أندونيسيا وإلى باكستان وتطلب منهم العون صراحة وعونا لصمود هذه المقاومة لإفشال مشروع عباس ومشروع من هم خلف عباس ونعتقد أن الذين أعطوه في كثير من الدول العربية التي استشارها بعد أن أتخذ هذه الخطوة نصحته أن يتراجع عنها وفي بعض الدول وافقت على أمل أن تنجح هذه الصورة ولذلك أقول يجب أن نطرق أبواب العالم الإسلامي مرة أخرى إيران وتركيا وقطر والدول العربية طب إيران ماذا ستاء؟ غير القضية المقاومة نحن نتحدث عن مطالب إنسانية مطالب إنسانية هي المال الآن يجب أن تستعد الدول العربية والدول الإسلامية بتخصيص مبالغ خصصتها ولم تنفذها بعد الحرب الأخيرة علينا وبالتالي الأربع مليار الذي خصصتها أن تعود ولا تعطى لمحمود عباس لأنهم يعرفون أنها تذهب في الآخر إلى العرب أيدل هل بدأتم في ذلك؟ تذهب إلى العرب أيدل والتصفيق للراقصات والغنيات ولذلك نقول أن على إخواننا بعد أن يستكملوا دراسة هذه المؤامرة أن يذهبوا وأن يبحثوا عن مال لدعب الشعب الفلسطيني والشارع الإسلامي والعربي يثق في حماس وسيدفع إن شاء الله وسنتجاوز هذه المحنة وسيبتلع قراراته ويعود كما عاد دائما محمود عباس مخزيا بعد ممراوراته الفاشلة طيب في قضية أن الشارع الفلسطيني كله لو لاحظنا يسأل هل هذا الأمر وهذا الزخم هو إنهاك لقدرات المقاومة أو إنهاك للشارع الفلسطيني وبعد ذلك تأتي الضربة القاضية وهي الحرب لأن ترديد كلمة الحرب الآن على لسان كل مواطن في الشارع الفلسطيني لا ننصح للشارع أن يقرأ ما يقوله الإسرائيليون هل تعتقد أن الشارع الإسرائيلي الذي ضرب في نظرية أمنه ولكل مناوراته بتقول بأنها مناورات دفاعية ليست هجومية وأنه حتى بعد استشهاد مازل فقه رحمة الله عليه خرج البرمان ليتبرأ من هذه الجريمة هل هذا الشارع نحن أولا لا نطمئن للجانب الإسرائيلي ونحن على استعداد أن نردع كما ردعنا وأكثر ونقلم أكثر إلى من إن شاء الله ولكن هل تعتقد أن إسرائيل الاحتلال الصيوني يمكن أن يبيع أمن مستوطناته وأمن الذين اكتووا بالحرب الأخيرة واللي آخرها تصريحات تقول أن الأضرار التي أصيبت بها المجتمع الصيوني في فلسطين من الحرب الأخيرة لم يتم علاجها حتى الآن يبيع أهل محمود عباس هم بيعتبروا محمود عباس أحد الركائز التي تستخدم لكنه ليس قائدا يمكن هل حماس ممكن أن تخرج من هذا المأزق بتوجيه الوصحة تجاه إسرائيل؟ لا يعني الناس تتحدث في شكل منطقي البعض يقول لك حماس لا يوجد لديها خيارات الآن تحدث عن خيارات جديدة طبعا نسمحها الأول مرة ستذهب حماس للحرب لا لا حماس لا تحل إشكالياتها بالحرب حماس في كل مرة كانت تدافع نفسها ضد أدوان إسرائيلي في كل الحروب التي كانت أصلا المقاومة بدايتها ومنظمة التحرير اللي كانت لتحرير فلسطين كانت مهمتها وتحرير فلسطين لأنه اعتدي عليها وجيء بشعب ليس له الحق واستوطن هذه الأرض وبالتالي نحن لا نذهب إلى الحروب إلا دفاعا عن أنفسنا لكن عندنا وسائل نحن نعوّل من بعد الله تبارك وتعالى على صبر الشارع وصمود الشارع وصيحة الشارع في الشارع لترسل رسائل لمن يريد أباس أن يرسل لهم رسائل مخالفة وأيضا أن تطرق أبواب المسلمين والعرب في كل مكان وهذا من حقنا عليهم ومن واجبهم أن يدعمونا عيانا وأن لا يخجلوا لأن شعوبهم تريد منهم ذلك طيب نحن لازم نتحدث في الخيارات المطروحة للخروج من هذه الأزمة الخيار الثالث تحدثنا في البداية عن الدول العربية والإسلامية الخيار الثاني قضية أن حماس لا تسعى لحرب خيار الثالث خيار دحلان المطروح دائما بقوة في الساحة هل الوضع الحالي يسمح بأن لا يكون هناك موانع من الحديث والدخول في تحالفات ما بين حماس ودحلان؟ أولا جماعة دحلان موجودة هنا وأعتقد أنه بعد اللي أمله عباس سيكون هناك تغير كبير في عدد المؤيدين له إما أن يذهبوا إلى هذا الطيار أو أن يبقوا على الحياد نحن لا نملك أن نقول لأي بنا آدم بيدعب دحلان أو بيدعب عباس أو بيدعب الشعبية أو بيدعب الجهاد الإسلامي أنك لست مواطن لك كامل الحق والحرية في هذا الموضوع وأنت ترى أنه جلسات من المجلس التشريعي حضرها المجلس النواب اللي محسوبين على طيار دحلان نحن لا نريد أن ندخل في تحالفات تعمق الخلافات بين فتح وفتح لكن في القضايا التي تتعلق بقضية فلسطين بقضية المقاومة بمعنى أنه إذا بيتم تدبير أموال وبيتم تفعيل دور عناصر من المجلس التشريعي وبيأتي ناس لتشارك في خدمة الشارع الفلسطيني من أي طيار كان حتى من طيار عباس اللي قطع راتبه نحن لا نمنع أي بناد أن يحمل هم الشارع الفلسطيني معنا وبالتالي القضية ليست تحالفات من أجل التحالفات ضد عباس أو عباس ضد حلال أو ضد فئة أخرى نحن نقول يدنا مفتوحة لكل طرف يستطيع أن يخدم هذا الشارع خدمة حقيقية وليست مناورات وليست صناعة محاور إذا أرسل دعم أو موال لغزة لن تمنع لن تمنع من أي جهة إن كان نحن لا نقبل الأموال التي تأتي بلا شروط بلا شروط بلا شروط من أي جهة كانت من أي جهة كانت طيب في سؤال الأخير في هذا الجانب هل طرقتم أبواب خارجية في قضية الوقود مثل قطر وتركيا وتحديد قطر بالتأكيد هذا الكلام تم قبل المناورة الأخيرة التي أطلقها عباس تم هذا الموضوع هو في زيارة أبو العابد الأخيرة التي كانت في قطر تم الحديث عن هذا الموضوع تحدث في الأزمة الحالية في الأزمة الحالية بالتأكيد سيتم الأخواننا في الخارج لن يتركوا هذا الموضوع بالتأكيد سيتحركوا وإذا فتح المأبر إن شاء الله إذا فتح المأبر وخرج ناس من غزة ستحمل هذا الملف وتجري فيه أما حتى الآن حاليا لا وعدات بوقود لغزة نحن الآن نترك القراءة الرأي والتصريح من الجهة التي تقود هذا الموضوع هما في الأخواننا في الخارج طيب نخوض الآن في ملف الأسرة طبعا تعلم أن الأسرة يخذون إضراب عن الطعام مطالبهم إنسانية بالتأكيد كلها يعني من اطلع على هذا المطالب تركيب تلفون للتواصل الخارجي تلفزيون لرؤية أكثر من خناة المعاملة الإنسانية لأخرها كيف ترى حماس هذه المطالب وهل تدعم الأسرة في إضرابهم الحالي عن الطعام أولا هذه ليست مطالب إنسانية هذه مطالب وطنية بالدرجة الأولى ولأنه وطني وريد أن يبقى صامدا وصابرا ومنتظرا للحظة الفرج حتى يخرج ليستكمل مشواره كما فعل مازي الفقه وإخوانه يطالب بتحسين شروط حياته في السجون ليس لرفاهية في السجون ولكن استعدادا لمرحلة قادمة وهي صفق التبادل إن شاء الله تنتهي بخروجهم ليحملوا هم فلسطين من جديد وأن يستكملوا دورهم في مشروع التحرير نحن مع الإخوة في الأسرة والأخوات بكامل الدعم أنت رأيت في المجلس التشريعي في حركة حماس في خطابات قيادات حماس أننا مع الأسرة وأننا نحمل همهم ولربما نحن كنا من الناس الذين حملوا همهم في صفقة وفاة الأحرار ولم نميز بين سجيل من فصيل أو من فصيل آخر هذا النقطة الأولى وبالتالي نحن معهم نحن في جلسة رمزية للمجلس التشريعي قبل يوم واحد كنا في وزارة الأسرة في إشارة واضحة وأرسلنا رصائل واضحة الأسرة في قلوبنا الأسرة على رؤوسنا الأسرة في أعيننا الأسرة في أيدينا يوم من حوقع أي اتفاق لن نهمل موضوع الأسرة لأننا ندرك أن الأسير قدمه ويجب أن يقدم خدمة له وخدمتنا له أن نعينه على استكمال مشروع التحرير في آخر سؤالين دكتور محمود زهار كان في السابق حديث من قبل كان هناك زيارات الوفود الأجنبية لإعطاء حماس مطالب الجانب الإسرائيلي في قضية صفقة تبادل جديدة وكان هناك رفض لهذه المطالب كونها لا تلبي أدنى احتياجات صفقة مشرفة كما قالت حماس هل الوفود أو هل الحديث في هذا الموضوع لازال متواصل أم أن الأمر توقف حتى هذا الحقيقة تجربتنا في صفقة فائل أحرار تقول أن الجانب الإسرائيلي دائما يحاول يطرق أكثر من باب ويستعين بأكثر من جهة لتأليم هذه الجهات على حماس ولذلك نقول نحن تم تحصيلنا تماما من هذه المناورات يوم تأتي شروط واضحة شروط حماس الواضحة مستجاب لها ومجاب عليها بالطريقة التي ترضينا سنوافق عليها ما عدا ذلك كلها إجراءات وكلها يعني وكثير منها بالونات اختبار وكثير منها يعني تصريحات كاذبة وكثير منها يعني خدعم وحاولات لطمأنة الجانب الإسرائيلي وأسر أسر اليهود اللي بيطالبوا بحقوقهم أو حقوقهم في معرفة أو في صفقة تبادل وذلك أقول لك نحن محصنين من هذه الألعيب السياسية والألعيب الأمنية والألعيب النفسية التي تلعبها إسرائيل يوم يكون عندنا صفقة مرضية سنوافق إن شاء الله تمام في سؤال أخير تعلم قضية الأسير محرر الشهيد طبعا مازن فقها الحديث يدور في أكثر من مرة أن حماس تمكنت من اعتقال الجناة ودار أكثر من حديث حول هذا الموضوع يعني فيما يسمح بنشره إلى أين وصلت قضية الحقيقة هذا الموضوع أمني بامتياز أعلم ولذلك قلت لك فيما يسمح ولذلك نحن عندما تأتي معلومة تكون ذات مستقية عالية سنخرجها بالطريقة التي نحافظ فيها على أمننا وبالتالي حتى هذه اللحظة أقول أن الإجراءات التي اتخذت وأن النتاج التي حصلت إن شاء الله ستقود إلى حل هذا اللغز بإذن الله تبارك وتعالى وفي المحصلة الله تبارك وتعالى لن يعين هؤلاء الجواسيس والخونا ومن خلفهم على الشهداء وعلى دماء الشهداء الأبرار وبالتالي ثقتنا في الله عالية ثقتنا أيضا في إخواننا في الأجهزة الأمنية كبيرة ثقتنا في أنفسنا إن شاء الله وفي شعبنا وفي صبره وصموده عالية وبالتالي إن شاء الله كما حققنا أهداف ووسائل ناجعة في مجالات متعددة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أن نحل هذا اللغز إن شاء الله بالصورة المرضية لشعبنا ولربنا إن شاء الله أشكرك جزيلا الدكتور محمد زهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس على هذا الوقت وهذا اللقاء الطيب وأشكر أيضا مشاهدين الكرام على متابعتهم لهذا اللقاء الذي كان فيه أكثر من معلومة مهمة وقضنا فيه في ملفين ملف الأسرى وملف الإجراءات العقابية التي تحصل في قطاع غزة ولازالت صداها حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من خطوة ستكون في فترة مقبلة منها كما سنسمع مؤتمر لرؤساء البلديات ومؤتمر لوزارة الصحة وأكثر من فعالية ستكون تركز على معاناة قطاع غزة حماس كما تحدث دكتور محمد زهار لديك كثير من الخيارات خيار الصمود أولا وأيضا الخيار الثاني هو الذهاب إلى الدول الإسلامية والعربية لجلب المال ومن هذه الدول كما تحدث دكتور محمد زهار هي إيران أيضا خيار قبول أي دعم غير مشروط هو موجود وحتى لو كان من قيادي محمد دحلان الموجود خارج قطاع غزة في ملف الأسرة تحدثنا في أكثر من جانب الدكتور محمد زهار أكد على دعمهم للأسرة في ضرابهم وأيضا حول الوفود التي كانت تحدث في موضوع في موضوع الأسرة لدى الجانب الحمساوي حتى نكون واضحين الشروط واضحة وخضية الأسير الشهيد مازن فقها لا تزال حتى هذه اللحظة في الأروقة الأمنية لدى حماس والأجهزة الأمنية في قطاع غزة أنتقل إليكم الزملاء في التوحي شكرا جزيلا للزميل محمد والشاح ولضيفه الدكتور الزهار مشاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل نتابع لقاء مباشر مع دكتور مأمون سيد إيسا المدير الطبية لمنظمة عطاء الخيرية حول الوضع الطبي المأساوي في سوريا ترجمة نانسي قنقر